بسم الله الرحمن الرحيم الكيميا العضوية هي فرع من فروع علم الكيميا يهتم بدراسة المركبات الهيدرو كربونية شن يعني مركب هيدرو كربوني يعني فيه كربون متصل بهيدروجين هذا مركب هيدرو كربوني أي مركب فيه سلسلة من الكربونات متصلة بذرات هيدروجين هذي يسمونه مركب هيدرو كربوني فيه فيديوهات مهمة لازم تشوفها قبل لا أكمل هالدرس هذا أو حتى عقبة مو مشكلة وهي فيديوهات التهجين تهجين الكربون لو سمحت شوفها طبيعة الرابطة بين ذرات الكربون أما تكون رابطة أحادية حلو هذه مو بين ذرات الكربون إذا كانت شدي حلو هذه رابطة أحادية بين ذرات الكربون أو رابطة ثنائية ما بين ذرات الكربون أو رابطة ثلاثية ما بين ذرات الكربون وراح أقسم المركبات العضوية بشكل عام إلى قسمين إما هيدرو كربوني صافي أو مشتق من الهيدرو كربوني شن يعني هيدرو كربوني يعني ما فيه إلا كربون وهيدروجين فقط ما كو أي شيء ثاني وياهم أما المشتقات معناتها فيها كربون فيه هيدروجين فيها شيء ثالث وياهم أو رابع حتى ممكن يكون أكسجين كبريت إلا هالوجينات لها كلور وبروم وغيرها فنسميها مشتق مدام فيها شيء غير الكربون وغير الهيدروجين المركبات الهيدرو كربونية تنقسم قسمين قسم يسمونه أليفاتي وقسم يسمونه أروماتي أروماتي يعني فيه حلقة بنزين وين حلقة البنزين كاهي شن هي حلقة البنزين ومو البنزين اللي نصبها بالسيارة لا مركب اسم البنزين موضوع مختلف المهم أن حلقة البنزين هذه فيها لو تلاحظ ست ذرات كربون كاهم ذرات الكربون عدهم تلقاهم ست كل واحدة متصلة فيها ذرة واحدة من الهيدروجين وفي هذا المركب ثلاث روابط ثنائية والروابط الثنائية الثلاث هذول يدورون يتحركون مرة يكون هذا مكانهم ومرة يصيرون شذي شوف الدرس الخاص بالبنزين لو سمحت عشان تعرف معلومات أكثر عنه انزين هذه الأروماتية الأليفاتية هي التي لا تحتوي على حلقة بنزين الأليفاتية في منها سلسلة مفتوحة مثل ما تشوف هذه كربونة يمها كربونة يمها كربونة وانت رايح تقرأ توصلها مليون كربونة كيفك المهم منها سلسلة مفتوحة وفي منها ذات حلقة مغلاقة يعني سوية مثلث سوية مربع سوية شكل خماسي سداسي بالنهاية هي شيء مسكر وراح تسألني تقول لي شو الفرق بين المركبات الأليفاتية ذات حلقة مغلاقة وبين الأروماتية اللي قبل شوي شفناها الأروماتية لازم فيها حلقة بنزين لازم فيها الشكل اللي شفناها قبل شوي إذا ما فيها بنزين ما تعتبر أروماتية خلونا نشوف ذات السلسلة المفتوحة في منها مشبعة وفي منها غير مشبعة مشبعة يعني شنو يعني كل الروابط اللي بين الكربون هي روابط أحادية لو تلاحظوا هني كل الروابط اللي ما بين الكربون هي روابط أحادية إذا غير مشبعة معناته فيها رابطة تساهمية ثنائية أو ثلاثية حلو مثل هذه في هني رابطة تساهمية ثنائية وهني في رابطة تساهمية ثلاثية لاحظوا هنها بين ذرات الكربون لازم بين كربونة وكربونة فلو يبدك أنا مركب ها شديد صاير مثلا مثلا شديد C-H وهني C وهني H-H وهني خلين قول مثلا double bond O مثلا لو فرضنا أنه فيه مركب شديد خلاص وهذه H-H هن هذا يعتبر مركب غير مشبع أقول ليش لأنه لاحظ أنت عليك من الروابط اللي بين الكربونة والكربونة إذا كلها تساهمية أحادية فهذا مركب شنو مشبع ملاحظة زيادة إذا كان مركب مشبع يعني كل الروابط اللي بين الكربونات تساهمية أحادية أسمي الكان وجمعها الكانات إذا كان فيه رابط تساهمية ثنائية أسمي الكين والجمع الكينات إذا كان فيه رابط تساهمية ثلاثية أسمي الكاين والجمع الكاينات نفس الطبخة بالضبط لو كان هذا المركب الألفاتي ذو حلقة مغلقة فيه مشبع وفيه غير مشبع وهم أسميه الكين وهم أسميه الكاين وهم أسميه الكان نفس الطريقة المشبع يحتوي على تساهمية أحادية فقط بين ذرات الكربون بس اللي أريد تعرفه من هذه الصفحة شنو أنه أنا أقدر أرسم المركبات العضوية بطريقة سهلة الكيميائيين ملوا يرسم سي و ات و سي و ات قال لي كيبه أنا أرسمها على شكل زوايا لاحظ هذا المركب فيه ثلاث ذرات كربون صح وكل ذرات كربون وياها مجموعة هيدروجينات يقول لي كيبه الانسى الهيدروجين ركز لي على الكربون بس كل زاوية من زوايا هذا المثلث تمثل كربونة تمثل شنو كربونة فلما أرسم لك مثلث ستعرف أنهما ثلاث ذرات كربون ومرتبطة فيهم هيدروجينات وانتهينا خلصنا نزين تعال شوف الصوب الثاني اللي هما الغير مشبعة تحتوي على رابط ساهمية ثنائية أو ثلاثية شوف هذا المركب تلاحظ فيه ست ذرات كربون وفيه رابطة ساهمية ثنائية وحدة بس يعني مو بنزين البنزين فيه ثلاث أما هذا هذا مو بنزين فشنو صار اللي صار نظرنا أنا لما رسمته بالشكل المختصر حطيت فيه ست زوايا لو تلاحظ هذه زاوية زاويتين ثلاث أربع خمسة وحطيت رابطة ثنائية وحدة بنفس المكان بس عشان أبين شكله فهذه الطريقة أسهل حق الرسم أسرع لي أنا خاصة لك أنت برسم مركبات وايد نفس الشي شوف المركب اللي تحت فيه أربع ذرات كربون إذا لما أي أرسمه أرسم فيه أربع زوايا واحدة ثنتين ثلاث لكن هنا فيه رابطة ثلاثية عشان شدي هنا سويت رابطة ثلاثية